في قصة كده أو تمثالين أو تمثالين ممنون يعني وأكيد بقى لو أيمان بيسمعنا هيبقى عارف أكيد التمثالين دول أنا ليه اخترت القصة دي بالذات عشان تبقى هي حاجة كده من ريحت ومن وقع ومن قصر لقصر علينا كده إن الحكاية دي بالذات عن قصر في اللقصر اللي قلت إن هيكون حلقة تانية زي ما بأكد برضو عن كل القصر والحاجات يعني تمثالين ممنون دول أو تمثالين ممنون يعني بيأكدوا وبيفككوا معاني إحنا ليه بلد عريقة وإحنا ليه بلد قدرت تاخد تفاصيل من كل مرحلة وتعمل نسجها تعمل خلطها المصري الخاص يعني وإزاي البلاد وهي بتتطور بتاخد من كل الثقافات اللي بتمر عليها وبتكون أساطرها وتراصها من التطور ده لما انتهت مرحلة المصريين القدماء زي ما قلنا وبدأت بقى مرحلة مصر الرومانية واليونانية تقدر تسميها بالبلد دي كده برضو نعيد تاني الفكرة دي التسليم والتسلم بقى إن إحنا إيه حضارة بتسلم إيه حضارة الإغريق واليونان جون فتحوا مصر وانتشرت فيها وبالتالي انتشروا فيها وبالتالي نشروا إيه نشروا ثقافتهم وإنت أصلا كان عندك ثقافة مصرية قديمة من هنا بقى هيحصل المسج يعني وهنا بقى تفصيلة مهمة جدا بتوضح قد إيه الامتزاج بين الثقافات والثقافات البشر أصلا بتتقرب بتفصيلة عظيمة جدا قالوا هي الأساطير عشان كده وانت فلو أصور هتسمع كتير جدا عن حكايات لها علاقة بأسطورة أو بمعنى ممكن يكون هو معنى خيالي دمج ما بين خيال ثقافة مع خيال ثقافة تانية يعني واتمنى أيما تكون بتسمعنا ويكون عارف تفاصيل عن تمثالي ممنون أكيد يعني لو أنت في البارة الغربي هتبقى ماشي كده في حتة الحتة دي هتبقى شوية فضية انت بشي في حاجة غير تمثالين وتمثالين هتحس كده أنا وراهم قصة لأنهم استحالوا يكونوا في الحالة دي ومش وراهم قصة ده هم كده ترمموا كمان يعني قصة تمثالين ممنون دول بقى الأسطورة بتاعتهم اللي دخلت بقى الحالة اليونانية في الحالة المصرية الأديمة يعني من الأساطير اليونانية اللي كانت منتشرة في التوقيت ده مع دخول بقى الحقبة الرومانية اليونانية داني كانت فيه أسطورة اسمها أسطورة ممنون الأسطورة دي عن بطل من حرب ترواضة ميت في الحرب ويتشكلت بقى إيه حدوتة عنه الحكاية أنه وإنت فلقصر لو شفت التمثالين دول أي حد ده يشاور لك هيقول لك إيه تمثيل ممنون ممكن حد نميس بقى يقول لك إيه تمثيل اللي عند المعبت بتاعها من حطو ممكن حد يقول لك كده الحد ده بقى عارف أصل الحكاية أو عارف الحكاية من أصلها أو من بدايتها وبرضو ده بيأكد لنا الدمج وقد إيه الحكايات كلها بتسلم بعض عشان تروح لقصة كبيرة أو تعمل كيان ومحافظة عريقة زي محافظة اللوصر فبالتالي هنلاقي إنه في المكان الطل ده التمثالين دول اللي هما كانوا أصلا تمثالين معمولين أمن حطو بالتالي تعاملهم عشان يحروصوا المعبد الجنائزي بتاعه وطبعا المعبد النهار في الزلزال يعني والتمثالين جالهم بقى تصدقات ومشاكل كتير جداً بس هما إيه لسه إيه شدين حلهم نوعاً ما يعني وموجودين وتم إيه ترممهم المهم إنه هو قدام المعبد الجنائزي دول لما كان عامل التمثالين لما حصل الزلزال حصل فجوة في بطن تمثال تمام؟ حد هنا بقى إيه الحكاية تبتح لو حصل فجوة والفجوة معناها حاجة هتجرى يعني الفجوة دي عامل كده زي خرم كبير في بطن التمثال يعني والليل بقى يجي ويعمل صوت الرياح بقى أو هي شغالة تعمل صوت خارج من التمثال صوت كده زي ما يكون صوت نواح كده صوت بقى تخيانت صوت الرياح حالة كده بتحصل بالليل فبالتالي الصوت ده هو بيمر من الخرم في بطن التمثال يعني في الفجوة دي المعبد الوراهم خلاص تهدي يعني فالحالة دي الناس كلها في لحظة تسليم الحضارة لحضارة تانية الناس سموا التمثالين تماثيل ممنون لان كان جاية الحضارة الاغريقية معها قصصها ومعها تفاصيلها فبالتالي واحدة من القصص والتفاصيل كانت قصة ممنون ممنون ده لما توفى في الحرب والدته بيقال بقى تمت الأسطورة قالب بقى ان الحالة اللي بتحصل أو الصوت اللي بيصدر ده هو صوت نواح والدة ممنون لما مات في الحرب طبعا ممنون ده كمان على فكرة قصة جميلة جدا مسيرة يعني قصة حد بطل بقى مغوار وقصة جميلة كده لو اتحكت يعني او لو حبيتوا تقروا عنها يعني يا قصة ممتعة جدا دي رضا كمان على كلام ايمن من أسواق من اللقصر ان هو بيقول انه كتير من المعابد فعلا محدش يعرف عنها وكتير من القصار اللي موجودة كده حواليك ودي من المزايا العظيمة وانت في القصر يعني ان انت بتتمشى وسط قصار انت طوى دلوقت عايز ترفع عينك عشان تتفرج انت ممكن تبقى قعد في قهوة بتشرب حاجة عادي جدا وقدامك على مرمى عينك يعني مش حاجة بعيدة انت شايف قصار يمينك وشمالك شايف قصار فبطبيعة الحال لازم اهل المكان ده لازم يكونوا مميزين لازم يكونوا عندهم طبيعة مختلفة يكونوا عندهم روح مختلفة ده شيء ما فيوش اي يعني شك اطلاقا اشتركوا في القناة